زي ما كنا بنقول لحضراتكم في بداية الحالة الأهلي على موعد مع ضربة البداية في دور المجموعات بالبطولة الأفريقية وكلنا أكيد عندنا أمال وتموحات وعايزين نحافظ على اللقب للسنة الثالثة أكيد مطش الهلال السوداني والأهلي حيكون فيه كلام طبعا كتير جدا عن فنياته وحننقشها بس خيان رحب في البداية مع كتنهاب جلال نجمة الأهلي أرصابك صباح الفل صباح الخير أهلا بحضرتك نسعد دايما بجودك معنا أنا أسعد والله كله حالو كله تمام إحنا عندنا عدد ثلاثة ملاف اختار لك واحد لا ليه تعمل يا برونزي في الموندياليا الأهلي أفريقيا وضربة البداية يوم وجمعة جاية إن شاء الله يا المنتخب نبتدي بالأهلي أفريقيا والأهلي أفريقيا أفريقيا طيب كيف ترى اللقاء الأول اللي هيجمع طبعا ما بين الأهلي والهلال السوداني والمجموعة نفسها وقوام منتخبنا ومدى جهزيته واستعداده سوريا البكاريو عن فريق ومدى جهزيته واستعداده دي المعترك القادم ده بس حدثك طبعا النادي الأهلي هيخش البطولة هو بطل أفريقيا ثالث عالم ده مهم جدا الفرقة كلها بتعمل حساب بالنادي الأهلي طبعا في المواجهات الأفريقية طبعا لأنه مهم جدا لأن النادي الأهلي طبعا متربع على عرش أفريقيا طبعا متربع على عرش دور المصر طبعا أكيد عايز أقول أن المواجهة تبقى بين مصر والسودان أن توقفيها حساسية شوية بين البلدين إنما طبعا جدا النادي الأهلي هو المسيطر هو الأحسن هو الأجهز لأن السودان فيه برضو عندهم شوية مشاكل إذا كان في الأندية أو على مستوى المنتخب الوطن بتاعهم طبعا ده بالنسبة لنادي الأهلي ما فيش مشكلة خالص إنما النادي الأهلي بيخش عشان عنده هدف بيحققه إيه هو الهدف؟ إنه يكسب عشان يطلع الدور التاني اللي بعده ويخش على الفاينال ويكسب البطولة هو بالحاش ياخد نفسه هو بالحاش بصراحة يعني ولهنا بصراحة يعني يعني هو ده قيمة الفريق الكبير وعلى فكرة العالم كله كده برضو تشيلسي كانت كده برضو راح كسر عالم رجع لعب الدوري حيلاع في قطولة أفروبا فيه طبعا الفرقة الكبيرة ده قدر بتاع الفرقة الكبيرة وقدر نحن كمشجعين للنادي الأهلي طبعا أو منتمين للنادي الأهلي طبعا إنما إن شاء الله النادي الأهلي المجموعة كويسة جدا المجموعة فيها سانداونز والمريخ السوداني والهلال السوداني يعني شيء رائع يعني وإن كده مش هتسافر كتير غير يمكن سانداونز أو أنا سمعت في التقرير الأولان منكم يعني إن سانداونز هيعمل هنا معسكر في مصر يعني عشرة أيام طبعا عشان ينعب برضو مع المريخ السوداني هنا فطبعا الأمور كويسة يعني هي الفرقة الوحيدة يمكن الكويسة سانداونز أو القوية بالنسبة النادي الأهلي فإن شاء الله النادي الأهلي طبعا ما فيش مشكلة بالنسبة له لأنه طبيعي جدا أنه واخد على البطولة يعني ما فيش مشكلة فبس إحنا عندنا الهلال وعندنا المريخ وعندنا سانداونز لو حسأل حضرتك إيه أكتر فريق منهم ممكن يكون فيه قلق شوية أو أكتر فريق لازم تخلي بالك زيادة شوية يعني بغض النظر إحنا كده كده هنخلي بالنا في التالي بس إيه أكتر فريق بتشوف كيف يعني زي ما بتقال كده تحدي أكبر بص حضرتك المشكلة بالنسبة للفرق الكبيرة زي النادي الأهلي اللي بيقلقوا اللي بيقلق من الأهلي بيقلق منه هي الفرق اللي هي مش قوية قوي يعني مع سانداونز فرقة قوية جدا ما فيش مشكلة بالنسبة لنا معها يعني دي بتلعب كرة كويس وإحنا بنعب كرة كويس فالموضوع ببقى حلو وسهل يعني أنا ما كنا بنلعب يعني بالنسبة لنا احنا الفرقة الكبيرة تبقى أفضل كتير لنا من الفرقة اللي هي الصغيرة أو الأصغر منك شوية لأن فيه أوقات كده الفرقة الصغيرة هي اللي بتجيبك بتاخدك لها فدي بتبقى مشكلة بالنسبة للفرقة كبيرة بالضبط كده أو بتدافع أو بتعمل أي حاجة تدايق الفرقة الكبيرة فطبعا النادي الأهلي أو الفرقة الكبيرة بتحب جدا بتلعب مع الفرقة القوية أو اللي زيها على أساس بيبقى الجيم مفتوح والفرقة واللعابة كلها كويسة واللعابة كلها ماشية تمام إنما هي اللي بتقلق بس هي الفرقة الأقل منك سنة يعني مين بالثلاثة أخداش إجابة يعني الفريتين السوداني يعني المريخ والهلال تمام فطبعا إن شاء الله الأهلي حي بس أنا فاهم وجهة نظر حريقة أنا وصلالي بالضبط كنا نشفناها فعلا قبل كذا كتير جدا بتحصل لما الأهلي بيلعب مع الفرقة أضعف شوية حتى منتخب مصر بيلعب مع الفرقة الأضعف بتبقى الموضوع يعني حتى شفت منتخب مصر بتحصل حاجات غير متوقعة غير متوقعة وبتبقى مشكلة بالنسبة للفرقة الكبيرة دخلنا على المنتخب دلوقتي بعد النادي الأهلي طبعا النادي الأهلي كان منتخب بيلعب مع الفرقة اللي هي في المجموعة بتاعته كانش برده ما كانش كويس قوي لما دخل على كود ديفوار والمغرب وابتده طبعا مشارات كبيرة وبالشارات كويسة فبتلاقي الفرقة الكبيرة بتحب تلعب مع الفرقة الكبيرة لزيها وكل العالم على فرقة كبيرة مش احنا بس ده بديه جدا طبعا تعالى نرجع مرة تانية للنادي الأهلي وعايشين يعني هل في رأي حضرتك مطلوب من بيتسو موسماني المشاركة في عمليات التأهيل النفسي بقى مش بتتكلم على البدري وإن كان برضو البدني الأمر ما يخلاش الحقيقي اللي عندك لعيبة كتيرة كانت منتخبه ورجعين برضو يعني في ناس مصابة أنه يعمل لهم ريكوفري نفسي بعد الفوز بالدهبية المونديال لأن برضو إنه عدم الأمور مهما كنت أنت شخص سوي ونفسيتك سليمة ومتعود على البطولات بيبقى فيها برضو شيء من الثقة اللي ممكن تكون زايدة وهم داخلين يعني على بطولة جديدة ويدعبوا منافسين هل زهبية المونديال ممكن تفرق نفسيا مع العيبة النادي الأهلي بيعرف يفرق بين الأماكن أو البطولات اللي بيخش فيها ده مهم جدا لأن أنت بتلعب مع أعلى فئة في مصر أو في أفريقيا هو لعبة النادي الأهلي لعبة كبيرة نادي كبير بيقدر اللعبة تقدر بتتحول خلاص يعني هم نسوا خلاص المونديال بتاع كاس العالم خلاص ده مرحلة وعدة بنخش على المرحلة التانية اللي هاهننا تاني لكاس العالم وده مهم جدا وده اللي اللي النادي الأهلي بيعمله والعامل النفسي بالنسبة لللاعب أو لأي رياضي أهم أهم عنصر في الرياضة هو العامل النفسي إذا تخرج نفسك من الموضوع ده للموضوع التاني أو من البطولة دي للبطولة التانية وهل ده بيحصل يعني لو أنا حسأل حضرتك هل ده بيحصل وهتكلم تحديدا للأهلي يعني اللعبة اللي شاركت مع المنتخب أو ما شاركتش والأبسن داونس والسعوبات علشان بقى بتكلم عن أفريقيا بص حضرتك المدرب الكبير أو المدرب الكبير اللي بيضرب في النادي الأهلي مهما هو مين اسمه هو عنده موضوع العامل النفسي مهم جدا لأنه بيدرسه كويس ولو ما كانش درسه كويس أو هو ما بيعرفش يتعامل معه مش هيبقى في النادي الأهلي أو مش هيبقى مش هيمسك منتخب مصر أو منتخب كبير أو منتخب أي حاجة أو كالنادي أهلي يعني بتكلم عن النادي الأهلي العامل النفسي مهم جدا يعني بتشوف موسيماني في نهاب بيحافظ على النقطة دي جدا طيب مين غير موسيماني من المديرين الفنيين اللي كانوا بيمرانوا الأهلي اللي بتشوف عنده هذه النقطة عالية جدا من أكترهم لا كل مدرب أوروبي عنده الموضوع ده مهم جدا لأن ده ده طبيعي جدا في كرة القدم أو طبيعي جدا في الرياضة أن العامل النفسي يكون اللاعب مهم جدا لأن أنت لازم تخرج من حالة إلى حالة صحيح وده مهم جدا يعني عامل النفسي بالنسبة للعامل أنا كمدرب أنا درست العامل النفسي في أوروبا يعني ده مهم جدا ده عامل مهم جدا يعني منوال مثلا خاصة نقدر نقول من المدربين اللي كانوا بيشتغلوا عن نقطة طبعا مقارنة نبو موسيماني مثلا لا أنا مش عايز أقول ده أحسن أو ده ما بنقولش أحسن بنقول بيركز عن نقطة دي أكثر للأتنين أكثر من رائعين بالذات طبعا أكيد دوما الأتنين أنا شايف الأتنين بصراحة في الحتة دي كواسين جدا وده مهم إلا أني الساعة تتعالف كذا بطولة فلو ما عندكيش العامل النفسي مهم جدا أو أنت عندك كمدرب أنت فاقد الحتة دي مش هتقدر تخرج من البطولة هتخش البطولة تانية ده مهم جدا فعشان كده أنا شايف أي مدرب ماسك النادي الأهلي أو منتخب مصر أو أي فرقة كبيرة لازم يكون عنده حتة العامل النفسي مهمة جدا ويعني يكون ماسك فيها كواس قوي لأنه يعرف يصرف زمع اللعيبة بالنظر للنادي الأهلي في المونديال في رأيك إيه المكاسب اللي المفروض بيتسو موسيماني وجهاز الفاني يعني يحفظوا عليها بقى إفريقيا إيه الحاجات اللي كانت إيجابية قوي من وجه نظرك سواء الدفع بلعابين معينين سواء فكرة سواء كواليتي اللعب نوع الخطط اللي بيلعبوا بيها يعني إيه المكاسب أو المكتسبات اللي شايف إنها تحققت بشكل واضح جدا في المونديال وحقنا نحفظ عليها إفريقيا المكاسب اللي أنا شفتها بصراحة ولاحظتها جدا إن أي لعيب مكانش بيلعب في النادي الأهلي واللعب في كاسة عالم عشان لعيب التانية في المنتخب خدوا مكانهم وخدوا مكانهم الطبيعي جدا إنه يلعب يمثل النادي الأهلي بدليل إن الشناء ما لعبش على لطف لعب وخدنا ثلاث عالم ده مهم جدا ده مكسب محمد هاني ما كانش بيلعب لأنه كان أقرم توفيق بيلعب لما لعب أحرص هدف الأولاني وماشي كويس جدا في كاسة العالم ماشي كويس جدا فده مكاسب فيه لعيبة كتير جدا يعني عايزين أعزي أقول النادي الأهلي هيحافظ على الموضوع ده إنه يعمل روتيشن وأي حد ممكن يلعب هيبقى كويس ده مهم جدا ده المكاسب اللي احنا خدناه في كاسة العالم وما كانش فيه لعبة النادي الأهلي في المنتخب ما كانش يدون خدوا فرصتهم فده مهم جدا زي كاسر رابطة كنا قاد معاكم هنا وقلنا كاسر رابطة ده مهم جدا لعبة ما بتلعبش مفيد جدا فأنا شايف دلوقتي وده أعتقد النادي الأهلي هيحافظ على الموضوع ده لإني أنت بترعب في بطولات كبيرة جدا وبطولات كتير جدا فمحتاج عدد كتير جدا من اللعيبة ده مهم جدا زي ما حصل فانتخب مصر ده يعني الفرقة كبيرة واللعيبة كبيرة لازم يحصل معها كده لأن الناس بيحصل في روتيشن ولازم يحصل ركوفرين كويس جدا وتأهيل كويس للعيبة ديت عشان أقدر حافظ على اللعبة بتاعتي وأقدر أخش المسابقات من غيره وإصاباته من غير أي حد لأن أنا عايز محافظ على اللعبة دي كلها ده مهم جدا طيب كابتن يهاب طبعا لسه حدثنا مستمر النوح فاصل بس سريع جدا نرجع نكمل مع حضراتكم أهلا بكم مرة ثانية رجعنا عشان نكمل كلامنا مع ضيفنا لمنورنا كابتن يهاب جلال وطبعا منفات متعددة بنتكلم معها عنها وخلينا نروح شوية تحديدا وخصوصا إن الحكاية عند دينا كتت مقسومة إيه تجاوزا كده نصين النص الأولاني شفنا من خلالها العجب واسمعنا من خلالها من التصريحات ما هو أعجب وبعد كده الدنيا تزبطت شوية فأنت شفت مرحلة قبله وبعد إزاي إحنا كنا برضو عادين هنا ونتكلم إن الناس كتير جدا مش فاهمة كروش بيعمل إيه ده كتير جدا وأنا هنا برضو قلت قعد هنا وقلت الراجل الناس الأوروبيين أو الناس القبار المداربين الكبار الأوروبيين عندهم أهداف بيشتغلوا عليها الهدف أنا بيحققه أو ما بيحققه وهو الراجل بصراحة من أول ما بدأ كل الأهداف هو بيحققه يعني أما اتنين ماتشين نيبيا كسبناهم بعد أن مكتبهم أحصلنا على أي بطولة لا قصد دخلنا بطولة أفراقيا يعني أبدا يعني هو لازم كنا نتقه كمال ما كنا نتقه مش قصد يعني عازة أقول لحضرتك لا يعني إيه الأهداف بتتحقق لما رحنا بطولة أمم أفراقيا وكنا قاعد هنا اتغربنا من نيجيريا أول مباراة يعني برضه مكانش المستوى مكانش كواس قوي كنا بعافية جدا كنا بعافية جدا وقلت أنا إيه إن الراجل الهدف بتاعه أن يطلع الدوري لبعده وده مهم جدا وحصل الكلام ده وهو عمل الكلام ده بعد كده دخلنا على ثلاث مباراة كاميرون يعني ثلاث فرق واخدين بطولة أمم أفراقيا هل التقييم بيكون بمتشاط ولا التقييم بيكون برسيد البطولات لأن إحنا رح نتكلم بطولات كابتن إيهاب سفر تمام تمام إحنا هنا بنقيم المدرب لو إحنا في بطولة مجمعة زي كاس عالم أو زي أمم أفراقيا بالأهداف اللي هو عملها يعني حقق إيه وصل لغاية فين ده مهم جدا إنت كمنتخب مصر مطالب على طول أنك تاخد بطولة ده مهم جدا لأنك تقدر تاخد بطولة لأنك أنت كنت رقم واحد في أفراقيا واخد سبع بطولات أفراقيا ما حدش واخدها في تاريخ أفراقيا كلها ولا في السنغال حتى المعنير والحسابات عند الأجهزة والأشخاص المعنية كوم وعند الجمهور أنا باتكلم بلسان جمهور بالضبط كم أنا باتكلم باللي كان بيطمح لي جمهور مش أجهزة مش يعني طبعا والطموح عالي والسقف عالي جدا بالنسبة للجمهور لما ابتدنا نكسب كو ديفوار والمغرب والكامل صحيح وده طبيعي جدا وحقهم على فكرة وإحنا برضو كمشجعين كنا آملين إن إحنا ناخد البطولة إن الأصعب أنت عملته عدة اللي جاي أسهل شوية من اللي أنت لعبته اللي أنت لعبت حوالي ساعة ونص أو مباراة كاملة أكتر من السنغال السنغال لعبت ثلاث فرق ما أخدوش ولا بطولة أمم أفرقية ساعتها لأن رأس الأخضر وغنية الاستوائية وبركينة فازو يعني عايز أقول إن الطريق بتاعهم ما كانش كان سهل الطريق بتاعنا كان صعب جدا وإنت عملت الصعب ففاضل حاجة صغيرة جدا تكة زي اللي بيقول تكة بالضبط كده وده كان الآمل الجماهير كانت يعني عندها أمل في الحتة دي وده حقهم وده مشروع جدا إنما في حاجات بتحصل في الكرة خرج عن إرادتك حصلت معنا مراتين وعلى بعض مرة مع المنتخب في أمم أفريقيا ومرة مع الأهلي في المنزيات كانت قريبة قريبة جدا وكانت النادي أهلي برضو كان قريب جدا الموضوع ده يعني لكننا كسبنا بالمرزة وبالمرزة على فكرة فرقة مش قوية أو خالص يعني لكنت كسبنا كنت نحيب تنهائي وده كان مهم جدا طبعا إنما هي بقى ونزي أقول حاجات كده الكرة فيها تغيرات ومتغيرات كتير جدا إحنا يعني ما بتقدرش تتحكم فيها إنت بتقدر تشتغل والظروف هي هي اللي بساعد أو ما تساعدش إنما إنت أنا شايف إن المنتخب حق الأهداف بتاعته آه طبعا إحنا كنا نأمل إن إحنا نخذ بطولة أم أفريقيا ده طبيعي جدا وحق الجماهير إنها تزعل وحق إن إحنا كلنا في الوسط الرياضي نزعل إنما ما كناش نطمح يعني يعني أما دخلنا البطول ما كانش فيه ناس ما عنداش أمل إن إحنا ممكن نوصل لأبعد من كده يعني لا مش فهم الجملة إن الناس قالت إن إحنا فرقة مش كويسة قوي أو الفرقة التانية كانت شايفة إن إحنا نقدر آه بالزبط كده فطبعا أنا شايف إن اللي حصل شيء جميل وشيء رائع يعني إنك توصل نهائي وتخسر من فرقة طبعا هيلة جدا وفرقة كويسة جدا وأنا قلت قبل كده إن فرقة تنسينغال فرقة أفريقية بنكهة أوروبية لأنه بلعبوا كورة كويسة جدا ومعندهم محترفين كتير جدا لا وبلعبوا كورة كويسة يعني مش زال أفاركا بيدرابوا وبتاع لها بالعقس فرقة كويسة جدا لها اسمه هي رقم واحد في أفريقيا صعبين جدا ولازم نركز فيها جدا لأن الأفاركا وشمال أفريقيا بيعرفوا يلعبوا في كاسة العالم كويسة يعني ده ده التسويق بتاعهم الفعلي بتاعهم فبيلعبوا كويس جدا في كاسة العالم يعني يمكن أحسن مننا شوي هما يفكروا إحنا يفكروا في أم أفريقي أكتر هما يفكروا في كاسة العالم أحسن فده أنا شايف المباراتين صعبين جدا إنما مش مستحيلة يعني يعني وصلنا ليه مش مستحيلة مش مستحيلة صحيح لأن كنت أقولي حديك ليه لأن كنت لعبتهم في نهاية أفريقيا وكسبوك هما عندهم العامل النفس بتاعهم أعلى شوية منه بس أنت عندك ذهاب هنا لو حسننا الموضوع لازم تحسننا برافو عليك ده مهم جدا برافو عليك أنا حوال ده مهم جدا إنك تحسن المباراة من هنا لأن المباراة هنا هتبقى صعبة جدا طبعا عيفنا الحكام بيحصل إيه فيهم وبيعمل إيه يعني بيحصل حاجات كتير جدا شبقا لحدك بتقوله طالما أنت بتقول إن هما بيهتموا أكتر بكس العالم ده سبب أدعى إن هما حيبوا جايين متغولين طبعا نهيك بقى عن كمان النشوة بتاعت كسامهم أفريقيا بالزبط مع عشك كده بس إحنا برضو حيبقى عندنا حتة من أنت عايز إيه مش حنقول بقى طارو بس إنت عايز تعود وده اللي إحنا نعرفه إنت دايما بتعود يعني ممكن تقع ماتش اتنين بطولة بس بتجيبها بعد كده ده مهم جدا منتخب مصر منتخب كبير وبيقدر يعرف إزاي يشتغل في الحاجات دي أنا عايز أقول إيه هي بس الصعوبة فيها إنك إنت هما كذبانين بطولة أم أفريقيا دي بس العامل النفس بتاعهم يبقى أعلى سنة منك وإنت برضو داخل على أساس برضو إنك إنت خسران بطولة أم أفريقيا مع الفرقة اللي إنت هتلاعي بعد دلوقتي حالا عايز تاخد حقك فدي مهم جدا إنك إنت لازم تخلص زي ما قلت يا نهواندي كده لازم تخلص المباراة من هنا ده مهم جدا لإن ما تضمنش الظروف هتحصل فيها إيه هناك لإن طبعا أفريقيا صعبة جدا وأجواء صعبة كنا ند وخص مقوي هو ليه صلاح ما كانش تاني أو تالت اللاعب يسدد ضربة الجزاء يعني فيه ناس شاهدوا إنه هو فضل إنه ينتظر للنهاية عشان إنجاز التعبير يعني ياخد اللقطة هي مش اللقطة بص حسنا الناس كتير جدا سألوني في الموضوع ده هو المدير الفني بيعمل إيه أو الجهاز الفني بيعمل إيه في ضربة الجزاء بيخلي أول واحد كويس أول واحد كويس يشوت زي مثلا زيزوا بشوتة كويس جدا وآخر واحد لازم كويس عشان واحد يرفع من قدر اللعيبة أو العمل النفس للعيب بيحفز اللعيبة باقي والآخر لو أنت مثلا محتاج الشوتة دي إنه لازم تخش فالأول والأخير لازم كويسي وطبعا اللي في النص لازم كويس أكيد إنما الأكثر تمييزا براو عليك إنما الواحد ما تبنش برضو أنت حتضيع ولا ما تضيعش وما ينفعش إنك أنت اللاعب اللي أنت هتشوت رقم ثلاثة تقوله لا ما تشوتش أنت هيقع منك العمل النفس يقع منك جدا من البداية من البداية إنما هو من البداية معروف إن أول واحد وآخر واحد بيقو كويسي بس إنما مش هتقدر تقول يا صلاح أنت طبع أنت شوت النهاردة رقم اثنين أو رقم ثلاثة حيبقى صعوبة بالنسبة للعيبة اللي هتشوت أصلا فيها مجازفة شوية طب أنا عايزة أروح لسؤال إن كرة القدم فعلا محيرة يعني والله العظيم حاجة غريبة جدا ونحنش فاهمين يعني لما نشوف مثلا السعودي أمام تشالسي ولعبه وفكرة إنه هو بس يقصر واحد سفر وقد إيه كان برضو بيدافع في الأول وبعد كده كان اللعب في الشوت الثاني كويس تقول الفريق ده هم أصلا ناس تقيلة تيجي قدام النادي الأهلي ربعية هو إيه اللي بيحصل اللي بيحصل بقى أنا هقول لها حضرتك يا ريك تشيلسي تشيلسي برضو ناس كتير جدا قالوا لي يعني إزادي الهلال الفرقة جامدة وحتكسبنا يا جماعة مش كده يعني ده كان الكلام قلنا عندنا الثقة ولكن فيه تخوف شديد جدا لإن إحنا بنقيم بآخر مباراة لعبوها مام نادي عظيم زيت شب مش عايزين مش عايزين نغفل أو نقول إن طبعا طرق الهلال فرقة كبيرة جدا وفرقة قوية جدا في السعودية ده مهم جدا بس فيه فرق مع احترامي برضو أنا منحاس جدا لمصر والنادي الأهلي بالذات لأنك أنت حضرتك أنت اللي يجا رقم واحد في الدول العربية وأفريقيا وفرقية أنت رقم واحد فطبعا عايز أقول إن إن النادي الأهلي برضو أعلى من فرق كتير جدا في الدول العربية كتير جدا بالنسبة لشمال أفريقيا أو في الدول الخليج فالتشيلسي لما لعب الهلال التشيلسي عاوز برضو هدف إيه الهدف إنه يلعب مباراة نهائية جاي من دوري من الدوري الإنجليزي حيلعب مع نص نهائي ويلعب عن نهائي وده اللي هو عايزه فلعب على قد المباراة يعني أنا لك أنت تتخيل لو الهلال جاب جول في تشيلسي تشيلسي هيكسب ستة سباح أنا بقولها لك منتال أمانة فرقة تشيلسي بتلعب على قد المباراة لأنه عنده المباراة دي وهيلعب مباراة نهائية برضو قوية بالضبط كده وهيرجع يلعب في الدول الإنجليزي وبعد كده هيلعب فيه بطولة أمم شمس ليج فأنا عايز أقول الناس دي بتعرف إزاي تلعب إزاي عايزة الأهداف زي ما أنا بتكلم برضو المدربين أنا يعيش في أوروبا وعارف الكلام ده الأوروبيين عندهم أهداف بيحققها مش لازم ياخد كل حاجة يعني مثلا هنا نقول إيه إنت مثلا تلاقي واحد مدرب بيدرب فرقة مثلا ليه إدى نقول له إيه إنت ديت إزاي ستدوى كلها في وقت واحد ما ينفعش يعني هو عايز يفوز وخلاص مش فارق معاه هاي سكور مش فارق معاه أداء خالص هو عايز يكسب عشان يوصل بس فهو تشيلسي عمل كده الهلال لما لقى تشيلسي بيلعب على قد المباراة طبعا هو فرقة كبيرة برضو لازم يلعب ويهاجم وبتاله وكان شكله كويس جدا إنما لما جي لعب مع النادي الأهلي النادي الأهلي ند قوي له الهلال عشان كده شفنا إحنا إن النادي الأهلي متفوق على الهلال له لأن المباراة عادية مباراة الاتنين سجال مع بعض ورما بيحاول يقدم اللي يقدر عليه وتالت ورابع خلاص دي أخر مباراة تلعبها ما فيش حاجة تاني عشان تهدي أو ما تهديش أو الكلام نعادنا مع بعض كذا مرة بكده وإزاي ما فتحناش سيرة الفترة اللي حديك كنت عايش فيها بره ما تكلمناش كنت عاد فين والتجربة اللي مرمت بيها في الفترة اللي عاشتها بره مصر والإفادة اللي اتحققت في حياتك تبص لحديك إفادة كبيرة جدا طبعا زي ما بيقولوا كده السفر فيه فوات كبيرة جدا وبصراحة فعلا ده صح كتير جدا يعني بتستفيد بكل حاجة بكل يوم بتعيش بره عادتك مين قد؟ أنا كنت بقى طبعا في النادي الأهلي بعد ما مشيت رحت لعبتي في الإسماعيدي سنة بعد كده رحت تسافر في ألمانيا لعبتي في ألمانيا حوالي سبع سنين وبعد كده دربت سنتين عملت الرخصة بتاعتي رخص تدريب في ألمانيا برضو وأنا راجل طبعا محاضر يعني بالرخصة دي أبقى محاضر دولي طبعا محاضر طبعا دربت سنتين وبعد كده جيت هنا بقى مصر يعني لعبت سبع سنين في ألمانيا وكانت فترة كويسة جدا يعني المطرة الأطول كانت في ألمانيا سبع سنين متصلين ده أنا عدتهم لعبتهم كاملة وسنتين دربت يعني حوالي تسعة سنين تقعات وخدت طبعا الرخصة من ألمانيا وأهم المكتسبات ايه فعلها؟ والله بص حددك حتى على صعيد نمط الحياة على فكرة مش بس لأ بص حددك هكتا زوجت ألمانيا ولا مصفيت؟ لا أنا زوجتي نص مصفين نص ألمانيا بس أنا متزوج هنا قبل مسافر يعني يعني قبل مسافر بس هذا صدفة حلوة تعرفت عليها هنا وكل حال يعني الموضوع كان بالنسبة لي بسيط جدا وسهل قوي يعني اتعلمت طبعا لغة الألمانية وخدت طبعا الرخصة باللغة الألمانية وكل حاجة يعني ما فيش مشكلة خالص تبتعيش مع الألمان الألمان صعبين شوية الألمان وصارمين صارمين جدا وكل حاجة بالثانية هناك يعني بالثانية مش بالضيئة بالثانية فأنت عشان تعيش مع الناس دي لازم أنت أصلا تكون جاي ملتزم فأنا طبعا كنت ملتزم فالحياة هناك ما كانش بالنسبة لي صعبة إنما الشعب الألماني الشعب صعب جدا وحياته صعبة جدا لأن كل حياته شغل 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 فما فيش عندهم طرفيق مكان بالضبط كده ده مفصلحة جميل جدا يعني إن هما ناس ملتزمة جدا ما بيحبوش التهريك ما بيحبوش حد يخرج عن المألوف يعني حتى وانت داخل السوبر ماركت بتبقى انت عارف هدفك هتجيب ايه يعني كل حاجة هناك محسوبة ده كويس انك رجعت لا هنا هنا جميل جدا لا هنا جميل جدا لا هنا جميل جدا لا هنا جميل جدا اي وقت تعمل لك عايزه ودجل اي حاجة مش مشكلة غالص يعني لا نورت هنا والله كنتم ايها ونشوفك على اخير تاني ان شاء الله ونتبقى انت معنا دايما قبل الماتشات الكبيرة ان شاء الله احنا متكلم في ايام بتفصيلنا ان شاء الله تكون مباركة قوية ويؤدي يعني الاهلي اللي احنا بنتواقعينه دايما منهم طبعا اتمنى التوفيد للجميع اشكركم جدا احنا اللي بنشكر جزيلا شكرا لتلع فاصل سريع ونرجع نبتدي بحضراتكم تاني انت هترجع او هرجع ابتدي بحضراتكم اخر فقراتنا اشتركوا في القناة